طلاب سلام نحن نريد السلام نحن نحارب الإرهاب في كل مكان أنتم تعلمون أن ما بيننا وبين 85 دولة في العالم أولها أمريكا اتفاقات محاربة الإرهاب العالمي بالثقة المعتادة وثبات صاحب الحق تحدث السيد الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل كلمة من كلماته يسهل قراءة رسائل عدة وفي مجملها محاولة لإيقاظ ضمير المجتمع الدولي قد يقول البعد على ماذا يراهن الرئيس محمود عباس هو يراهن على أنه صاحب حق أولا رأس الدولة وصاحب حق وأيضا لديه الظهير الشعبي الفلسطيني الذي ترجم كثير من رفض سياسات إسرائيل على مدى السنوات منذ توقف المفاوضات ولديه الظهير الدولي الداعم للحقوق الوطنية الفلسطينية وأيضا لديه الدعم أو الدعم العربي إذا أردت أن تعرف معنى واضحا لسياسة الكيل بمكيالين أو أن تزن بميزانين فانظر إلى حالة فلسطين ورؤية قوة دولية بعينها لجرائم الاحتلال فيها هكذا أوصل السيد الرئيس رسالته لمن كان مستحقا للعيش بين بني البشر أبو مازين استطاع أن يؤكد تماما تضمنه مع الرؤية الفلسطينية ورد شعب الفلسطيني وكانت الكلمة أمام المتحدة معبرة بصدق عن هذا التكامل بين رؤية الرئيس والشعب وده ربما رسالة واضحة تصل إلى العالم أجمع أن الفلسطينيين رغم كل المعاناة ورغم الحصار ورغم التضييق ورغم كل محاولات فرض أمر غير مرغوب عليهم لكنهم ما زالوا يدا واحدة الرئيس عباس لم يترك مفرد من مفردات قضيتنا معاناة أو أملا أو طموحا إلا وتحدث عنه وفي هذا السياق طالب سيادته بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار رقم 181 والقرار 194 رئيس الأبو مازن قدم ورقة مهمة أنهم دعاة سلام وبناء دولة ويريد استقرار في المنطقة أما على الطرف الآخر وهو أمريكا وإسرائيل عليهم أن ينفذوا طموحات ومطالب الشعب الفلسطيني الذي آن له من وجهة نظري أن يستغيح وأن يجد دولته المستقلة وعصمتها الكوتس وهكذا أوضح السيد الرئيس محمود عباس وأبين كيفية تعامل الكيان المحتل مع قضيتنا العادلة فماذا أنتم فاعلون يا دعاة السلام والعدلة نجويوني السليفزيون فلسطين القاهرة